بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول روبهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طول ما حملناكم في الجارية لنجعلنا لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم قافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أمقرأوا كتابي إنني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة رواضية في جنة عالية كطوف وادانية كنوا واشربوا هليئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فولوه خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم ها هلا حميم فليس له اليوم ها هلا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا لا يأكلوا إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فلينا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قلينا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاضل لأخذنا منه باليمين ثم بقطعنا منه الوكين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين